أخبار نقدمها منكا فانكاتيفي بتنجي أهلا بكم البداية من المغرب حيث استقبل وزير الشؤون الخارجية وتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري في زيارة تندرج في إطار الجهود المغربية من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية وأكد رئيس الدبلوماسية المغربية في هذا الصدد أنه لا بديل عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات لحل الأزمة تقرير فاطمة أبو تغراصة كل مبادرات وكل الجهودات التي يقوم بها الإخوة الليبية جهود دبلوماسية متواصلة ومكاففة تلك التي تقودها المملكة المغربية لحل الأزمة الليبية آخر مباحثات تتعلق بالملف الليبي كانت في العاصمة الرباط وقد جمعت بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ورئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري بوريطة أكد خلال ندوة صحفية مشتركة على أن اتفاق الصخيرات يشكل الأرضية التي لا يمكن تغييبها في البحث عن أي حل للأزمة في ليبيا فلا بديل عن هذا الاتفاق الذي يمكن أن يطور وأن يكيف مع الواقع يؤكد الوزير مرة أخرى رئيس الدبلوماسية المغربية أضاف أن هذا الاتفاق يمنح أيضا الشرعية للمؤسسات ولكل مكونات الحوار الليبي ويجب اعتباره دائما مرجعا في إطار التطورات التي يعرف هذا الملف وقرارات مجلس الأمن الدولي وفي السياق ذاته أبرز الوزير أن مباحثته مع المشري شكلت مناسبة لتأكيد على دعم المغرب لكل المجهودات الرامية إلى حل الأزمة الليبية واستعداده لمواصلة حياده الإيجابي في البحث عن حل يتم التوصل إليه من خلال حوار الليبي الليبي بعيدا عن أي تدخل خارجي ومن جانبه أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري أن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخرات سنة 15 و2000 يشكل جزءا من الإعلان الدستوري في ليبيا مشيرا إلى أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي يعتبر أن هذا الاتفاق يشكل مرجعية دولية المشري أوضح في هذا الإطار أنه يتم حاليا العمل على تفعيل المادة الخامسة عشر من الاتفاق السياسي لإصخراط وكل ما يتعلق بالمناصب السيادية المنصوص عليها في هذه المادة وهو ما سينهي الانقسام في مؤسسات الدولة مما سيعيد التوازن الاقتصادية والمالية لليبيا وسيعيد الأمل في الوصول إلى حلول نهائية